كابتن أبو الدهب المرضى لمنتخب الوطني بحق فوز مهم وفوز كبير على منتخب الجبوتي بسوداسية نبدأ بيك ولا نبدأ بك كابتن أبو الدهب نبدأ ببدأ أنا بقول نبدأ بابو الدهب علشان إيه مطورين مع بعض كابتن أبو الدهب كنت متوقع الفوز بالعدد الكبير من الأهداف دي في ظل طبعا يعني قوة جبوتي مش مصنف ريه مش مصنف بشكل كبير ولا كنت خايف من حدوث أي مفاجآت لا في البداية السلام لازم تقول مبروك لمنتخب مصر على الفوز الكبير النهاردة لكن خلينا أقولك واضح أن فيه هدف من البداية يعني في البداية المشوار أن فيه هدف بدليل أن أنت بتلعب النهاردة بالقوة الضربة بتاعتك يعني في دوليا بدأ بالقوة الضربة بتاعته كل اللاعبين اللي هم جايزين وعلى فكرة كان فيه عددك برضو بعض اللاعبين مشاركوش لكن أنت بتتكلم على منتخب مصر عنده هدف بيحققه أنه أنت توصل كاسي العالم من بدري وديه فرصة كويسة نظرا لضعف المجموعة عشان بس الناس بتقول لا أنت الفرقة اللي هتنفسك الوحيدة اللي ممكن منتخب اللي نفسك شوية هو برك نفسه لكن الأداء كان النهاردة أداء شكله كويسي أوي شكله حلو النهاردة فيه ضغط فيه انتشار فيه لعب عالجوني أسلام بنت بتجيب هدف من نص فرصة يعني النهاردة الأربع كور اللي جات له محمد صلاح يمكن ده بيقولك الكورة بتحبه هو بياخد أماكن هو عنده زكاء جدا وده ممكن فوتوريا لما لعبه هو الرجل ما يدوش احنا متعودين أنه احنا بنشوف صلاح في النهارة حلمين لكن أنا شاف أن صلاح بيتحرك بحرية كبيرة جدا النهاردة الرجل كان بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة فيه تحركات لزيزو النهاردة فيه أكتر من صنع العاب في الفرق زيزو وفيه محمد صلاح فيه مرموش محمد مصطفى محمد النهاردة شفنا مروان عطية بيضغط بشكل كويس جدا أنني يعني مباراة فيه ناس أماكن تقولك بجبوطي ضعيفة ضعيفة لكن أنت عندك هدف حققته أن أنت بتوصل أن أنت تجيب ستة أهداف وتقدر كنت ممكن تجيب أكتر من كده لكن أنت وقفت عندي ستة أهداف لكن الأداء كان كويس الأداء كان جيد فيه بعض اللعبين لكن أنا مش عايز أقول أنه همد عشان محدش يقول لكن فيه المباراة دي فرصة لفيتوريا أنه هو يجرب بعض اللعبين أنه يحتاجين أنه لازم تشوف كل اللعب لأنه أنت عندك التصفات لسه طويلة النهاردة لازم تشوف النهاردة حتى الرجل لما شاهد ضعفه مستوى جبوتي يبدأ يطلع محمد عبد الميناء منزل على جبر لكن الأعمار الأسلامية دي مشكلة منتخب مصر السن الكبير في منتخب مصر المتشاط دي فرصة أنت تقدر تلاعب بعض اللعبين الصغيرين أنت تقدر تكتشفهم بعد كده أنت عندك مصطفة فتحة لازم يشارك إمام عشور لازم يشارك النهاردة بنشوف حمد فتحي وبنشوف المروان عطية بعض اللعبين لازم تاخد فرصتها من البداية النهاردة محمد شريف نزل تقالك بشكل جيد شوفنا عمر كمال عبد الواحد بيقدي بشكل جيد ممكن محمد ممكن هو محمد هاني كان الناس كدير متوقع أنه يبدأ لكن عمر كمال عبد الواحد بيشارك وبيقدي بشكل كويس جدا لكن في النهاية مجمل مباراة كويسة من حيث أن أنت الأهداف من حيث الضغط من حيث الانتشار هو ده اللي احنا شوفناه النهاردة فيه ناس دي ممكن تقولك أصل المنتخب ضعيف لكن المنتخب ضعيف وانا متفق ما بس انت في النهاية كسبت من النهاية أن انت بتدي رسالة لبعض الفرق أن انت ما بتهرقش مش هتاخدها من البداية استغطار لأ أنا عندي هدف فاحققه إن أنا أكسب وفوز عشان أوصل كاسل عنه طيب أول فوز النهاردة بسوداسية يمكن ما تحققش من 18 سنة آخر فوز للمنتخب الوطني بسوداسية كان على منتخب السودان 6 واحد في التصفيات المؤهلة كان لكاس العالم أعتقد 2006 هجيب لك التاريخ بالضبط لكن أعلى فوز كان حققه للمنتخب الوطني مباراة مصر والسودان كانت 6 واحد في 2005 لكن أعلى فوز أو أكبر فوز للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكاس العالم كان في عهد طبعا الجنرال محمود الجهري على نميبيا فوزنا وقتها 7 واحد كانت في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 98 وتسعيد